لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمع علم من أعلام السنة وهو الشيخ العلام الشيخ تقيدي الهلال رحمه الله توفي سنة ألف واربعمائة وستة للهجرة والإمام محمد تقيدي الهلال رحمه الله حسيني حسني سيجي الماسي داعية إلى التوحيد ناشر للسنة نفع الله بدعوته أهل المشرقي وأهل المغرب ولد سنة 11 وتلاتمائة وألف بالفيضة القديمة وتسمى بالفرخ من أرسج الماسة المعروفة بتفيلات من بلاد المغرب في الجنوب قرأ القرآن على جده ووالده فحفظه وهو ابن اتنتي عشر سنة رحمه الله رحل طالبا للعلم إلى كل من القاهرة والهند والعراق ثم المملكة العربية السعودية حيث عين مراقبا للمدرسين مدة سنتين ثم مدرسا في المسجد الحرام والمعهد السعودي بمكة لمدة سنة وفي سنة 59 وتلاتمائة وألف هجرية حصل على رسالة الدكتورة في ترجمة مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر للبيروني مع التعليق عليها وكان ذلك بألمانيا رحمه الله تعالى وفي سنة 88 وتلاتمائة وألف للهجرة توجه إلى الحج فالتقى بالعلمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فعين أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وبقي فيها رحمه الله تعالى إلى سنة 94 وتلاتمائة وألف للهجرة بالمدينة النبوية وفي سنة 90 وتلاتمائة وألف للهجرة وفي سنة 90 وتلاتمائة أخرى وفي سنة 90 وتلاتمائة وألف للهجرة وفي سنة 90 وتلاتمائة وألف للهجرة وفي سنة 90 وتلاتمائة ألف للهجرة وفي سنة 90 وتلاتمائة ألف للهجرة على دوماب حتى لاسعة ويهتم رحمه التلة progressing determined في الإجيبية وإيج fast Länder وخمسي للإراء 훨씬 بعد و torpedoه لل membrضة لغاية أولى في ما في سنة 60 وقتiseen فيما رحمه الله أحمد وعلى المواعيقيل وفي سنة 90 وتلاتم في نغاية الم Reléchر الخاص بكاته فهي ذلك في المنسي السفر فهو اتحسن القتاة لجمعهر و البيروني فيه فهو يتعطي للغاية ويقفت إلى السفرية كما كان الحقاة يتعطي أن هم المسيسين يتعطي عن هذا المسيس فهو يتعطي إذا كنت تسيت الجواهر ديال بيروني رحمت الله على الشيخ تاقين وعلى إمات المسلمين وإن تسيت الجواهر ديال بيروني رحمت الله على الشيخ تاقين وعلى إمات المسلمين كنت تسيت الجواهر ديال بيروني رحمت الله على الشيخ تاقين وعلى إمات المسلمين وعلى إمات المسلمين وعلى إمات المسلمين فنور الله سبحانه وتعالى بدعوته مدن المغرب وقراها وكان له طلبة كثير ولكن ضيعوه وضيعوا شيخهم وضيعوا علم شيخهم تتلمد عليه الكثير من بلاد المغرب حتى في الجزائر كذلك كثير قرأوا عليه النحو والحديث واللغة والعقيدة والفقه وكان فحلا لا يجاري فشعره يحاكي الأقدمين كأنه رضع اللغة العربية من تديئن Themen دعوة النبي الدقة التي شك different الله يحبط اللغة منه في الكثير من بعض دقوة قلية words ومغرب واحدД على شرك الاجتماع في المرادة والمقرن وليس هناك الكثير من الأشخاص في المدход و المعروك لكن وغاد ربما جدا في الأشخاص في المدlungsنة من الأشخاص المعروف يسافرون بشيكم ورائد كثير من نفسه الكثير من الاطريق من الأفرقين ينتزلون بشيخ الالك البدل هي الأجد من حدث كان ملت صفحة في كل مخابرة كان مبارك في كل مخابرة لنسبة مجتمع أنك دماء في حدث كان مبارك في هذا المخابر و كان كثيراً كلمتاً ويقال بشكل كلمتاً يقولون أنه كان بشكل الكلمة لقد قلت بشكل كلمتاً وقال لها المدين في هذا المنزل هذا العلام الأرباني رحمة الله عليه يعد الهلالي ضمن خمسة لم يرى مثلهم البتة لا في العلم والتحقيق وهؤلاء الخمسة الذين يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه ولم يرى لهم مثيلا في العلم هو ابن باز رحمة الله عليه والشيخ تقييد جيل هلالي رحمه الله وعبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله والشيخ باديع الدين سيندي رحمه الله والإمام الشرقيت رحمة الله عليه هؤلاء الخمسة كانوا يجلهم الشيخ ناصر رحمة الله ولم يرى لهم مثيلا في العلم رحمه الله وهو من هو في الدينة وفي العلم وفي الدفاع عن سنة المصطفى عليه السلام les hommes de science ont dit de cet homme notamment الشيخ ناصر رحمة الله والشيخ ناصر رحمة الله والشيخ ناصر رحمة الله والشيخ ناصر رحمة الله والشيخ ناصر رحمة الله وهذا المحدد حمد الأمصار رحمه الله يقول في الحقيقة وهو من هو في الحقيقة لم ألتقي مع رجل يحوي علما جما في فنون عذيذة مثل الدكتور الهلال رحمه الله وقد مضت عليها الآن خمسون وأربعون سنة لم أرمثله وكان جاره في المدينة سمينة ناصر رحمة الله رحمة الله un des grands محدد aussi de notre siècle qui a rencontré les grands et il dit الشيخ ناصر رحمة الله وطعالا en réalité je n'ai pas rencontré un homme qui contient autant de science dans tous les domaines dans différents domaines dans différentes matières comme le docteur رحمة الله il a dit c'est 45 années que je rencontre des hommes je n'ai pas vu comme lui encore il était son voisin dans la ville de Médine ils habitaient le même quartier رحمة الله وهذا محمد رشيد رضا يكتب للملك عبدالعزيز السعود ويصيه بالشيخ تقيد للهلال ويقول إن محمد تقيد للهلال المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق فأرجو أن تستفيدوا من إن محمد تقيد للهلال المغربي أفضل من جاءكم من الآفاق فأرجو أن تستفيدوا من وقيه الآن بأن رحيد رضا يجعله روى الاربي الساودية فيذنه يقوله محمد تقيد التواصل هو الهلالي هو هو المدارك في السمط لله يجب مع وجه يجب معه يجب معه ومعه يجب معه إلى الاربي الساودية من هذا اليوم كان عبدالعزز العسود رحمه الله تعالى وهذا العلام محب الدين الخطيب رحمه الله يقول الهلال من أفاضلنا الهلال من أفاضلنا الذين أجمع على الاعتراف بفضهم الشرق والغرب والعرب والعجم والمسلمون وغير المسلمين فهو في الحجاز نار على علم على علم شهرة وفضل وفي الهند تبوأ منصة التدريس في أرقى جامعتها وفي العراق معروف بخدمة هذه الأمة وحرصه على خيرها وهو الآن في ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة بون التي يتولى التدريس فيها فالأستاذ الهلال رجل عالمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب رحمة الله عليهم جميعا محمد الهدل خطيب رحمة الله تعالى يقول الشيخ الهوالي اللقاء نفسه من الأسد صعب من الأسدار الذين الأسدار ون الأسدار هنالك 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 المترجم لقد رؤيت هذه المفصلة et maintenant à cette époque où le khatib a écrit ce maquad il a dit maintenant il est en Allemagne et il est respecté là-bas et il fait partie des piliers de l'université de Bonn où il a enseigné le hilal dit de lui le khatib que c'est un homme universel qui a une vision énorme et qui connaît les situations de l'Est et de l'Ouest et il a dit l'allemagne Ibn Badis rahimahullah l'île-garbi l'ifriqi Ibn Alim Bar Ibn Alim Bar Anjabahu l'magrib l'Aqsa l'allemagne l'ustade Mohamed Taqid l'hilali l'mudarris bil-hind indama kataba l'ubadis rahimahullah hadha l'makal qui est un grand homme de science un grand réformateur en Algérie et qui a éduqué les Algériens sur le monothéisme sur le fait de revenir à la voie du puissaire il dit que pour l'Occident africain l'Ouest africain l'Ouest africain a un grand fils un grand fils savon d'Iboué en parlant de de Cheikh Taqid Dil-Hilali rahmatullah alayh il dit ce savon est né à l'magrib l'Aqsa le maroc le wantan c'est-à-dire au maroc c'est l'éminence professeur Mohamed Taqid Dil-Hilali qui à l'époque où où Benoubadis faisait ses éloges écrivait ses mots il était à l'époque professeur en Inde rahimahullah il était professeur en Inde actuellement et ce professeur a une renommée internationale scientifique et internationale est un réformateur un grand réformateur et ses exposés et ses écrits sont très forts en France l'éminence 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 في تصنيفه هل هو متخصص في العقيدة هل هو متخصص في الحديث هل اختصاصه اللغة العربية هل اختصاصه الصحافة هل هو الحالة هل هو متخصص في علم العروض هل هو متخصص في التائريخ وقال اهل العلم والذين عاصروا وعرفوا انه بلغ في هذه العلوم كلها رتبة قل من يصل اليها وكان صحافيا صحافيا دو قلم شديد ودو دقة رحمة الله عليه وانه لذا هل ما بداخصصامل هل doit بعض القامل وحكسًا للزيusion صحافيا المترجمات الوصول إلى الجزء. لأمور رأس الإعلام للعروب الأراضي. أو أو إذا كان كان لديم من المقابلين لا نُحل المنزل إلى المربعة أو إذا كان للمتعاج إلى إلتقائم إلى الإجابة إلى الإجابة إلى الإجابة. وكيتشفونا نسائل في جينالجين ومستخدام المهاربوني فَرَحِمَّهُ اللَّهِ وَلَتَال إِلْمْ فِي بَيَعَ إِلْمِيَا مِنْ أَبِينُ وَأُمِّنُ وَجَدِّين وَجَدَّةُ وطاف وفاد وستفاد من جل ألما الإبلاد رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى cet emblème de la sunnah et ce grand imam a hérité la science dans un milieu scientifique dans un milieu familial qui est baigné dans la science que ce soit du côté de son père du côté de sa mère de ses grands-parents etc il a héré à la demande de la science عاش رحمه الله تعالى طفولته في المغرب ثم لما رأى أن الاحتلال الفرنسي والإسباني إذن المغرب كان في وقته رحمه الله شماله تحت وطأت الاستعمار الإسباني ومدينة الطنجة كانت موقع عالمي كما يقولون والجنوب كانت تحت وطأت الاستعمار الفرنسي وهذا الوضع لم يوكن الشيخ رحمه الله عليه أن يحمل دعوته كما ينبغي فانتقل إلى مصر والتقى هناك بكبار علمائها ورحل في أرجاء مصر ناشرا للعقيدة الصحيحة وذكارا قصص عجيب عن هذه الرحلات في كتابة دعوة إلى الله في أكتار مختلفة إذن الله سبحانه وتعالى وقال أكتار لتعلم بالدعم وأصد مدينة المحاولة في سنساء المشاركة وإذن الله سبحانه وهمت بالدعم وتعالى 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 قد أقوم بأسفتح الإيقاجم سعادت بالعبارات في التعامل سعيد الأولى المستقبل من Guide السفر هناك دون مناسب التعامل على المستقبل تقوم بقليل مستقبل لكنه لم يكن عبر لزارة الرجل لست عدد وحفظه لقد طيح وقد رد على انضاء عملي الله، il a rencontré les grands hommes de science de cette époque en égypte et il a voyagé à travers les campagnes égyptiens a propagé le dogme il a propagé l'authentique de la sunnade mohammed a.s. il compte lui-même des histoires extraordinaires dont son livre s'appelle dawa ilallah dans différentes régions du monde pour le�리 de la vie toute grâce au revoir. l'admissé par il y speeds du tout à travers. Et il y est dans le pays. Et bien il y en plus, il y a eu il y a eu, il y a eu le de la 2011 édite à l'éter, il y a eu de la suite. Et il y a eu à l'éter. Chaut que l'éter, il y a eu lui aussi, il y a eu il y a eu, il y a eu شيخي في العرود و أنا شيخه في التوحيد شيخي في العرود و أنا شيخه في التوحيد et après l'Egypte il est venu en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite il a rencontré les grands hommes de science de cette époque il a rencontré Cheikh Mohamed l'Ibrahim qui est une imminence dans la science qui est le Cheikh de Benubaz disait c'est mon prof au niveau de la science qui concerne le commerce et moi je suis son prof dans le monothéisme Rahmatullahi alayhim c'est mon professeur c'est mon professeur Rahmatullahi al-Qa'ala et il y a beaucoup de rencontres avec Cheikh Benubaz Rahmatullahi alayhim Cheikh Benubaz dit de lui c'est mon Cheikh dans la science du monothéisme et qui c'est Benubaz dans la défense de l'Aqidah dans la défense de la Sunnah dans le fait de propager le monothéisme il dit dindul المترجم الكريم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر dans le centre du pays notamment dans la région de mekinas et de casablanca faire dawa une fois que le maroc a été indépendant رحمة الله تعالى certains élèves de Cheikh Nasser qui sont restés avec Cheikh Nasser plus de 20 ans disent qu'on n'a pas vu un nom qui était aussi minutieux que notre Cheikh que Cheikh Taqid d'Ilhilallah il était minutieux dans tout comme Cheikh Nasser et il disait ils ont beaucoup de ressemblances ces deux hommes ont beaucoup de points où ils se ressemblent et Cheikh Taqid dit il était un expert dans les horaires de prière il y a un authentificateur les horaires de prière et il a laissé un livre qui s'appelle les fonds mondiales les horaires de prière et Cheikh Nasser il lui fait l'éloge à ce niveau là au niveau de l'authentification des horaires de la prière le royaume de la prière والتقيا كثيرا رحمة الله عليه الشيخ ناصر والشيخ تقييد دي الهلالي وبينهما مراسلات وقد وقف بعض طلبة الشيخ ناصر على بعض أخبار شيخهم التي كانوا لا يعرفون من خلال مراسلات الشيخ تقييد دي الهلالي لشيخ ألبان رحمة الله عليه وطلبات خلال وكم بنشرف مخلال من خلال علاو نجخل لشيخ الأقيد دي الهلالي ول thyroid عدوا وسيخ الناصر مع ذلك قد في علاو نظر الم Изابいうشارة والشيخ تقييد دي الهلالي السلام knowledgeable عجيب أنك كيفما نظرت إلى هذا العلم وكيفما قومت عجبت فالمصحف الذي يعتمده المسلمون اليوم والذي نشر منه مئات الملايين باللغة الإنجليزية هو من ترجمته رحمه الله فالمجمع للمصحف الشريف بالمدينة يطبعون ترجمته وكان رحمه الله اسمع يا عبد الله يا من لا تجد الوقت للغة العربية يا من تقول بأن اللغة العربية صعبة عليك ولا تعطيها من وقتك اسمع كان رحمه الله يتقن اللغة الألمانية والإسبانية إتقان والإنجليزية والعبرانية والبربرية ثم أصبح ضريرا وأصبح يتقن لغة البراي رحمه الله ومن ترجمه 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 لغة البربرية ومن ترجمه ومن ترجمه ومن ترجمه حقا المذحة من علماء عصري رحمه الله تعالى c'est pour ça qu'il y a eu tant d'éloges des savants qui l'ont quittoyé de ses contemporains رحمه الله فاسمع لما دونه الأستاذ عبد الأول ابن الشيخ محمد حمد الأنصار رحمه الله فعبد الأول ابن الشيخ حمد الأنصار رحمه الله ألف في ترجمة أبيه مجلدين جمع فيه ما ما استفاده من أبيه وأقوال أبيه التي أخبره بها أبيه وما استفاده من أبيه وفي مجالس أبيه فهذه أخبار الشيخ تقييد دليلالي على لسان الشيخ حمد الأنصار رحمه الله عليه والشيخ الحمد الأنصار كما مر معنا من كبار محدد هذا العصر من كبار محدد الأنصار رحمه الله كبار محدد الأنصار رحمه الله أبيه الله أبيه سيكون ما أرى هو في لوحيان أيدي سيطرة سيئران المصقف الأرى التي تم تنسى عنه بربيو الشباب هو يتنسى عنه هناك بلن يتبعون الكثير من العالمين و أصبعه تخرجوا من أخبره يقول حفظه الله سمعت الوالد من القائل عبد الأول يقول سمعت الوالد أي حمد الأنصار رحمه الله يقول تقييد الهلال أخرجه من المدينة أميرها ابن إبراهيم لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة وقد ذكر الشيخ تقييد الهلال رحمه الله أنه كان يأبى أن يقتصر في دعوته على حوالي الحرم وكان يخرج للبدو وكان على عقيدة فاسدة وكان ينشر فيهم التوحيد فخشي أن تقوى شوكته وأن يحمى ظهره بهذه القبائل وأخرجه من المدينة وأدرسه في المعهد السعود في مكة المكرمة أولا يقول سمعت الوالد ومن المدينة أخرجه من المدينة أخرجه من المدينة أخرجه سوديان في المدينة أخرجه من المدينة أبر hoch وعندما يتردد على العراق 35 سنة وعنده أولاد هناك في العراق فتزوج كثيرا رحمه الله تعالى يقول أحد المصريين في مذكراته لما زرت الزباير بالقرب من البسرة واجدت أثرا حميدا تلميضيشيخ تقيد دلحلالي رحمة الله عليه وعندهم قد اعتدى له تقلل في المصريين في عرغم خيار تقلل في العراق ولكن فتصف الجديد دائم خلال هؤلاء في الواجه ويعديها الكثير من الواجهة في العراق إذا كثtte والمقاط في الشيخ تقييد ديليلالي أجد الكثير من الأمريكي في الشيخ تقييد ديليلالي في هذه المنصر التي تتحدث في الأمريكي في زباير التي تتحدث في البسرة وعودة إلى ما ستره الشيخ حمد الأنصار رحمت الله يقول ثم عاش في العراق مدة بعد خروجه من المدينة و تزوجه هناك و كان شاعران يمتاز بميزات النادرة و قال له بعضهم مرة علمك هذا يقول للشيخ تقييد ديليلالي علمك هذا لا يستفاد منه فالمغاربة يشتكون من شدتك فلو خففت و قال فغضب الشيخ فغضب علي و قال لم تصر الأمور معي إلا بشدة كان رحمه الله تعالى شديدا في دين الله ولكنه في موطن الحلم كان حليم و يقول أن الشيخ حمد الأنصار رحمه الله كان يعرف من اللغات العبريية والألمانية والإنجليزية والإسبانية بجانبي أنه كان متفننن ومتقنن لللغة العربية و قال و قال و قال أن الشيخ حمد الأنصار رحمه الله تعالى أن الشيخ حمد الأنصار رحمه الله تعالى و قال و قال و قال و قال فيما قال الامير البيان في وقته شاكي بريسلان عندما يختلفان يتجهان الفرق بينهما في المصطلحات العربية وغيرها إلى الشيخ تقييد ديليلالي وهناك مراسلات عديدة وكثيرة تبين لك هذا الامر كانوا يتحاكمون فيما اختلفوا فيه في اللغة العربية هذا الشيخ محمد رضا رحمه الله وشاكي بريسلان وهو امير البيان في وقته كانوا يتحاكمون إلى الشيخ تقييد ديليلالي وكلما كانت عندهم اشكالات يرجعون إلى الشيخ تقييد ديليلالي وهذا مسطر في رسائلهم المتذاولة التي كهذا كانت تتعالى بالوبينام تتحاكمون في الزواجة الشيخ تقييد ديليلالي هو مالك يدري لسيخ تقييد ديليلالي وكانت إلى الشيخ تقييد ديليلالي وكانت الاسماري كان للإلمان من يلالك العربية اللعبية المطلح على العربية وقالل الأمام السعين وقاللت لقد نعرفهم محمد رشيد ردا كانت تشكيف رسلان التي كانت اتشع البرسلم لم اكن انلكت عندما كانوا محاول في الذهاية عندما كان يصبحون من الانتسابة لكامل جدا حسنًا شيخ تقيد وكل هو الامر ومرقب بها دخلت وقت آدم ومن بذلك الذين كانوا الى اشتركه وليلية وما كانوا الى محمد رحيد ريزا ويكونوا الى شكيف الأمر محمد الله ولم يكون الامر ويقول عبد الأول أي ابن الشيخ حماد رحمه الله تعالى وسمعت والدي يقول إن تقي الدليلال كان جاري في حي المصالع في المدينة وقد سافر إلى دولة سويد وما ترك بلدا إلا ساح فيه سواء شرقا أو غربا وقد وصل إلى الصين وشاهد في سياحة هدي أمور عجيبا كان يحكي هلي رحمه الله تعالى وبد الأول يقول أنه يقول لديه أنه يقول لديه شير تقي الدليلال كان يتمنى في المدين في المصالع في المصالع في المدينة وقد سألت إلى السويد وقد سألت إلى السويد وقد سألت إلى المدين أو يلقى في المدينة شير تقي الدليلال رحمة الله تعالى وله ما قاله الشمس في منتصف النهار وهي مطبوعة دهب في رحلته إلى بلاد النرويج داعيا إلى الله إلى الرسالة يقول لديه في المدينة وقد سألت إلى النرويج كيف تقول لديه النرويج؟ لنوريج نحن يذهب إلى هنا لتقلل سألت إلى المدينة أسمع الآن ماذا يقول تلميذه الذي كان معه في سيارته وفي سيارة الشيخ تقي الدليلالي رحله من المغرب إلى النرويج وهذا التلميذ اسمه الحاج أحمد هارون وهو من مدينة تطوان وكان رفيقه في هذه الرحلة يقول رحمه الله لم يكن شيخنا لضيع وقته مهما كان كان يقرأ وكان قد مشى إلى النرويج بسيارته وكنت معه يقول كان يقرأ ويكتب الأشعار وهو في الصيارة يقضي يومه من الصباح إلى المساء في علم وتعليم وتأليف كانت له رغبة قوية في الدهاب إلى المناطق التي لا تغرب عنها الشمس فقمت معه برحلة قصدنا فيها شمال النرويج وبالضبط بلدة ناريك حيث تسود الظلمة لمدة ثلاثة أشهر متتالية يقول يتميز أستاذنا باتصاله بالشعب فأي شخص صغير أو كبير يستطيع أن يوقفه في الشارع ويتحدث معه كما كان بيته مفتوحا دائما فتجد الأفواج تأتي إلى بيته إلى منزله ويتحدث معه 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 قصوروا ويتحدث معه حين pawك سين ويتم يعني يستطيع جوجه في هناك صcken لدفل في حيث وت موزي لمدة نحلة تقدره أنه دعوه يتحق في أدعوه لإكترات أو أعطار و祈ل فعله يتحق من جانبه سيارة من ذلك يجب أن يسألوني تجب أنت تسجع في ذلك يجب أن أكون سيارة من القرص في المنزل ونصنع إلى نور من سيدة إلى نورة منها إلى نارك على اليوم والأموان في أموان ويقال بناسبب وكذلك ملك أي عام ويقال على نكتر في القناة نعم لك القناة أريدًا القناة أنه كان يعيش جدًا والمغرام والاقل والاقل بالمغرام الانتظام الانتظام والآلوح وشخاص سيطع في غزرة فيه أسعدان والآلوح et sa maison était ouverte, porte ouverte que ce soit quand il était à Médine ou là au Maroc sa maison était ouverte et des vagues de personnes venaient chez lui et il ne se lassait jamais à les honorer et à les accueillir رحمه الله تعالى و يقولوا عنه تلميذ هذا و كان يقوموا بنافسه قبل الصلاة الصبح لنسخين لنا الماء لنتوضع به و كان حافظا لكتاب الله متقنا لقراءات يحفظوا كتاب الله بكل قراءات الصحيحة القراءات صحيحة والقراءات شادة يعلمها كلها رحمة الله عليه ما صحح من القراءات و ما شاد منها كان يعلمها رحمه الله تعالى et il disait durant ce voyage c'est Cheikh lui-même qui se réveillait avant au salat du fajr ou là quand il y avait du monde ici chez lui c'est lui qui se réveillait pour leur chauffer l'eau pour l'eau dour et il était un grand numérisateur dire le quran il le perfectionnait à la perfection il connaissait toutes les versions de la lecture dire le quran celles qui sont authentiques celles qui sont marginales toutes vous imaginez un petit peu c'est un récipient de science par excellence رحمة الله عليه وَقَابَلَ الْأَكَابِرْ كَذَلِكَ حَمَّدْ الْأَنْصَارِ قَابَلَ الْشَيْخِ مُحَمَّدْ الْإِبْرَهِمْ وَشَيْخِ الْأَلْبَانِ وَشَيْخِ بْنُبَازْ il y avait une science dans tous les domaines et il perfectionnait tous les domaines de la science il a dit ça fait 45 ans qu'ils sont passés j'ai pas vu quelqu'un comme Cheikh Taqid et qui c'est محمد الْأَنْصَارِ c'est une montagne de science aussi qui a rencontré les grands comme محمد بن إبراهيم comme Cheikh بن باز et autres وَيَقُولُ أَيضًا عَنِ الْشَيْخِ تَقِي دِلْهِلَالِ الْشَيْخُ تَقِي دِلْهِلَالِ ضَيَّعَهُ ثَلَامِدُ اَيْلِمَا ضَيَّعُهُ لَنَّهُمْ لَمْ يَنْشُرُوا عِلْمَا وَهَذَا حَقْ et Cheikh Ahmad Ansar est de dire que les étudiants et ceux qui ont profité de la science et qui ont étudié Cheikh Taqid l'ont négligé c'est à dire ils n'ont pas propagé sa science والحمد لله l'un des élèves de Cheikh Lassar il a commencé à sortir les écrits il a authentifié il a sorti un énorme travail de Cheikh Taqid دِلْهِلَالِ دِلْعَقِيدَ دِلْمَنْهَجِ qui s'abîl l'rashad ilaha de khairi l'aibad lassuqtion katkut tom authentifié وَكَانَ الشيخ Taqid de l'ilal imama en fi'lluga وَيَقُولُ عنه الشيخ الانصari رحمة الله عليه وَكَانَ شيخي وَكَانَ سَلَفِي الْعَقِيدَ وَكَانَ شيخي وَكَانَ سَلَفِي العقيدة ويقول رحمة الله عليه لو قرأت كتابه في التوحيد لعرفت أنه لا أحد يعرف التوحيد الذي في القرآن مثله وكتابه هذا اسمه سبيل الرشاد في هدي إلى هدي خير العباد مر فيه على توحيد الربوبية من الفاتحة إلى الناس أي كل القرآن ومر فيه على توحيد الألوهية من الفاتحة إلى الناس وفعل ذلك في توحيد الأسماء والصفات وتحت الآيات أدرج تفاسر السلف وأدرج الأحاذيث والآطار السلفية وأقوى الأئمة المعتبرين والمحققين أمتال ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن عبلهاب وغيرهم الشيخ حمد الأنصار رحمة الله عليه دونودي الشيخ تقيدي دونودي وشهادة للدكتورة في تحقيق كتاب البيروني الجماهير في الجواهر ورد فيه على المستشرقين وأعجب به الألمان إجابا شديدا وفي تلك الفترة أنشأت ألمانيا إداعة لمحاربة فرنسا وإسبانيا فكان هو المسؤول عن القسم العربي في مهاجمة فرنسا وإسبانيا من ألمانيا وهذا الذي جعل الإفرنج لا يتركونه ويدخلونه إلى وسط المغرب عندما كانوا محتلين وسط المغرب فعلي Abe وقت القومي aramis لـ الألمانية وإلى آخر وَبَيْرُوِّ Elizامح وَجَوَان في تحقي do في وهذا يعد ضعههم وقالتها مقابل عند هذا الذكور ونهاركون أول نحن نجل أنه قد اضطل المنزل الأزبن لربما تبعت وسيطر وإضاء والسفنشاو المترجم وشير إنه كانت ينسل ه لتعطل وتدع المترجم ونزل المترجم És يفعل لذلك ومعرفة المرسيين انه رجل في المارك في المعروك انه كان يساعد في المطلوب الى المنزل وانه اشعون وانه اشعون وانه اشعون وانه اشعون وانه اشعون وانه سواجه في معنى وكما مرمانا حفظه كأمتي الدين القرآن وهو عمره 12 سنة كم يلتقى معنا كم كم بكو دون دوسيانس يمتعون القرآن في عام عام 12 سنة وكجل طلبة المغاربة في جنوب المغرب في ذلك الوقت نشأ في بداية رحمه الله على الطريقة التجانية وهذه كانت عادة في نواحي المغرب أن يكون الطالب على طريقة صوفية وعندما عرفها وكشف زيفها كتب فيها الهدية الهادية في الفرقة التجانية طبعه الشيخ بن باز رحمة الله عليه ووزع وهو متداول وعندما عرفت لديه مصفحة المصفحة في المنطقة المنطقة الأمور استطعت فرقاتي المنطقة في سيطرة لقد انتبه في السيطرة هذا لقد كانت على البراجعين خارجين المنطقة وعندما كانت وعندما كان البرسول رحمه الله في الأزهر في مصر قرأة كتاب العول المعبود في شرح سنن عبي داود فقال فظهر له أنه لا تزال بقية علماء بالهند فعزم إلى السفر إلى الهند رحمه الله عليه وقاله 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 لaaaa وقاله 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 يبدو أنه يم Atlas ينقبوا في ع aparودين و سترى الكثير من الأسبوع من الأمب و يعطي الأمب تافر رحمه الله وله قصص وحوال في كتابه الدعوة إلى الله في أقتل مختلفة وهذا الكتاب جديد بأن يقرأ و سافر رحمه الله إلى الهند و درس في مدارسهم و درس و اجتمع بعلمائهم و أخذ عنهم العلم وَالْإِجَازَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ عَنْ أَفْضَلِ مَنْ وُجِدَ هُنَاكْ وَهُوَ الشَّيْخِ الْمُبَارَكُ فُورِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّيْخَ الْمُبَارَكُ فُورِ رَحْمَانُ قَلَ عَلَيْهِ طَرَفًا مِنَ الْكُتُوبِ السِّتَّةِ شَيْخُ تَخِيْتِ دِلِي لَلَا لَنْحْمَتُ اللَّهِ عَلَهَا وَوَيَجْهِ Et il a beaucoup d'histoires qu'il raconte dans ce livre qu'il faut lire Ceux qui maîtrisent l'arabe, lisez-le La dawa, ilallah, dans différentes régions du monde Vous allez voir un petit peu Ce qu'il a rencontré Et des histoires qu'il conte, etc. Et comment cet homme side when he started teaching in west aöre teaching l!'Arabe dans certaines écoles il ne souente دون العين ni l'Angeration à cette époque il le faisait avec les gestes il le renseignaют d'une manner segundagogique avec le geste et il arrivait à leur faire comprendre ce qu'ils voulaient il allait le faire exprimer en Arab when he U później asperiy al Cyber il a étudier certains grands hommes de sciences et il a enseigné dans la plus grande université du hadith là-bas et il a pris l'autorisation dans le hadith chez le meilleur de cette époque l'homme dont a dit Cheikh Nasser qui nous connaît qui fait partie des cinq qui ont une science profonde Abdurrahman Mubarak et il a eu chez lui une grande partie des six livres et il lui a donné l'Ijaz et quand il est revenu en Arabie Saoudite il a été désigné pour être l'imam du Haram le Madaïm mais il a dit au responsable à l'émir il a dit à une condition Subhan Arab Biya al-Azim dix fois dans le Madaïm Subhan Arab Biya al-Azim dix fois dans ce Joud et il lui a dit non c'est trop long pour les gens il a refusé le poste il lui a donné l'inspecteur des enseignants du Haram sur le Madaïm الصلاة رحمه الله تعالى ويدلك على هذا كتابه في صفات الصلاة الصلاة المستقيم نسالة صغيرة في صفات الصلاة من التكبير إلى التحريم رحمة الله عليه ومرت علينا مدة في مدينة مكرون كان الشيوخ هنا تعلموا عليه صفات الصلاة بعدما دخلنا ذلك المسجد كإمام في ذلك المسجد كان من الأمور العجيبة التي كنت أراها في الشيوخ أن تدخل المسجد تقول سلام عليكم فترى الشيخ يرفع يديه يرد عليك السلام وترىهم يحيون سننا ما يعرفها كثير من الناس رفع اليدين للسجود رفع اليدين بالرفع من السجود زلشة الاشتراحة وأمور ويرساق الكعب بالكعب فسألت مرة أحد الشيوخ قال لي نحن بقى معنا في مدينة كورتري الشيخ تقي الدين الهلال ستة أشهر يعلمنا صفة الصلاة وكان ضريرا وكان أحد تلامده يقرأ عليه التفسير كان يفتح لهم في التفسير وكان كذلك يعلمهم صفة الصلاة رحمة الله عليه فأتروا حي حتى في العوام وكانت مواقفه كانت له مواقف حازمة فكان مما مرة أتى الشيخ أبو بكر جزائري إلى مدينة بلوكسل وكان هو سافر إلى مدينة بلوكسل مع مجموعة من أهل هذه القرية قرية موكرون التي توجد في الحدود بين فرنسا وبلجيكا قرب روبي وليل فقال له العوام والشيوخ الذين كانوا معه في في السفر يا شيخ نذهب إلى جيارة شيخ أبو بكر جزائري والله لن أذهب إليه حتى يتراجع عن فتواه وتعاطفه مع جماعة التبليغ كانوا يقبلون يقول للشيخ والله كنا نقبل رأسه ويقول يا شيخ هو شيخ وأتى من بعيد وكذا والله حتى يتراجع عن عن فتواه لجماعة التبليغ رحمه الله تعالى وإِلْتَاءَ وَحَمَٔوٓ حَمَ好َّ وعَمْتَاءَ وَإِلْتَاءَ وَمَمْتَاءَ انها مرحبا حمد الله عليه فيها ، تبدأ سبحانه ربي العالى من يجب شد خديق شبهانه ربي العظم يبدأ جيدة تبيق كلا تبيق كلا كانت تبيق كلا كانت تبيق كلا كانت من قل أعمائنا وضعت كتيرة في المقولة في المسارة و إيجاب تبيق يرت في طبيع على نسائل في المسارة يوسط في سومي في مزارة في مغربة على بلسنة بالمغربة مغربة في مغربة في مغربات مغربة في نحن من المغربة على ، يقيم تجڑرة صحية بعض المغربة فالصحة في الأنسى سبب أن يجب أنتم إليهم وتقديونا سوريس لديما يرحت فعلها سوائيك لو شيقة انا أن الوزر بيشاركو كبيرا بنى ان السنوات على الشعب السنين ما في ذلك لأنين مغرطاني هذا الموغد أكثر في روسليا وفي كله سنطلل الافية أما تعطيهم أعطيهم حتى يوجد الأسنى مثلناً لا يعطيهم بالترجمة يصلكهم يجب أن تقول فيلم في مغرطاني إذا سوف يجب أن يجري في مغرطاني دور et je rentre dans cette mosquée et je dis السلام عليكم un vieux la barbe toute grise il dépasse les 70 ans il lève sa main ce n'est pas possible je rêve je regarde dans la prière j'ai cette stila lever la main pour aller vers ce jude quand de temps en temps ils se mettaient sur leur talent aussi à faire vivre toutes les sunnas qu'on devait faire de temps en temps des fois dans la prière ils les faisaient je les voyais dans ces vies je dis c'est pas possible il y a quelque chose qui ne va pas cette façon de faire les jeunes se faisaient engueuler à Marrakech et là il y a un soir on était dans un dîner chez quelqu'un et je prends ce vieux que j'ai vu la première fois je dis j'ai vu que tu fais dans la prière quelque chose normalement tu viens de Maroc tu viens de Marocain en général vous êtes sectaire un petit peu pour le Maliki donc tout ça comment ça se fait il y a des sages Hassan que nous avons vécu six mois avec Cheikh Taqedil il est allé dans la ville de Kortri il nous a appris la prière du Préhé de A à Z par les gestes son impact il est encore là il est encore là et un petit peu partout et parmi ses positions fermes une fois ces vieux de Moukron sont partis avec lui à la ville de Bruxelles il se trouve qu'à ce moment là il y avait Cheikh Abu Bakr qui était là ils lui ont demandé d'aller le voir de le visiter il lui a dit par Allah je n'irai pas je n'irai pas jusqu'à ce qu'il revient sur la fatwa qu'il donne à Jamaat-Tibli jusqu'à ce qu'il revient sur les éloges qu'il fait de Jamaat-Tibli vu il me dit on lui embrasse la tête on lui demande on le supplie pour y aller il a dit je n'irai pas Rahmatullah عليه كذلك عندما كان في الهند رحل إلى Afganistán رحمه الله تعالى فرأ الخرافات وكان في الهند أستاذا وتعلم هناك الإنجليزية ففي بداية تعلم اللغة الإنجليزية بدأ يتعلم مع تلامدي الهلون فرأ أن الهلون لا يحسنون النطق باللغة الإنجليزية فبح عن رجل آخر وكان هذا الرجل من أصل كندي فتعلم عنه اللغة الإنجليزية واتقنها وبعدها أتى الترجمته لكتاب الله باللغة الإنجليزية وهي الترجمة المعتمدة الآن يكن للتعون 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 إلى l'Afganistán يوجد الاسوسياشيون وكي الابا وكي الاسسطور دو مردبو وكي وكي يكن للتعون عند بي وانتاع سليم يSer الكتاب يعني سليم الكتاب كي الانجليزية كي هل يم يشهر أليم يشهر سليم به يشهر لكن يشهر لا يشهر أحد فرحيم الله والشيخ أما مواقفه في الدفاع عن العقيدة وفي الرد على المخالفين للمنهج فمواقف كثيرة رحمه الله تعالى. عندما تستيقظين على دفاع عن العقيدة وفي الرد على المخالفين مثلا في رد بدعة قراءة القرآن على الأموات رحمه الله تعالى. قال محمد تقييد ديليلالي عقب حديث بن عباس في القبرين الذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعدبان. يقول رحمة الله عليه ولو كانت قراءة القرآن لأموات مشروعة ونافعة لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وجعله ثوابه لهما. ولا اقتدى به أصحابه ففعلوا مثل ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور كثيرا ولم يقرأ على أهلها شيئا من القرآن مع أن قراءته لا حد لثوابها. صلى الله عليه وسلم. بل كان يدعو لهم ويعلموا أصحابه إدارة أو القبور ذلك الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن وقد تقدمت. لفضو فيما أخرجى في كتابه رحمة الله. رحمة الله عليه وسلم. رحمة الله 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 وسلم. Et donc, ça aurait été bénéfique pour les morts que le prophète, pour ces deux morts que le Rassoul sallallahu alayhi wa sallam leur lisent le Qur'an. Et que, s'il l'avait fait, ses compagnons l'auraient fait aussi. Et le Rassoul sallallahu alayhi wa sallam visitait les tombes, visitait les cimetières. Et il n'a jamais lu le Qur'an sur les tombes, mais sur les morts qui sont dans ces tombes. Alors que la lecture du prophète alayhi wa sallam, pour la récompense, il n'a pas de limite. Salawat rupi wa salamu alayhi. Mais au contraire, le Rassoul des Chiches dit l'ilal et rahmatullahi, mais au contraire, il appelait les gens. Il faisait du'a pour les morts et il enseignait à ses compagnons le du'a à faire quand on rentre au cimetière. Comme il leur enseignait le chapitre de l'UQur'an. وَمِنَ لَا أَدِلَّ يَأْتِي بِلْأَدِلَّ عَلَا أَنَّ قِرَاتُ الْقُرْآنُ وَجَعْلْ تَوَابُهَا غَيْرُمَ شْرُوَعَ حَدِتَ بِهُرَيْرَ إِنْ قَتَعَ مَنُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاتِ مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ تقي الدليل ولم يقول يقرأ عليه القرآن أو ادعو المتآكلين بالقرآن ويعطيهم أجر ليقرأوا ختمة من القرآن ويجعلوا ثوابها لوالده كما يفعلوا أهل هذا الزمان الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا وَهَا دَجَاءَ في سَبِيلِ الْرَشَال et il a dit رحمت الله de continuer pour refuter cette innovation et il dit fais partie des preuves comme quoi la lecture dans le Qur'an sur la tombe et Didier sa récompense aux morts ceci n'est pas légiféré il a dit il y a le hadith qui le prouve c'est le hadith d'Abu Hurair qui dit quand l'être humain meurt ses actes sont coupés sauf de trois choses un enfant vertueux un enfant pieux qui va lui faire deux ans et il a dit Rahmatullah et il n'a pas dit le prophète n'a pas dit lisez sur lui le Qur'an où il a ramené cette équipe parce que maintenant c'est des équipes ils ont des cartes de visite même ici ils ont des cartes de visite pour les avoir pour qu'ils viennent tu leur fais un grand repas et après au moins ils se divisent soi-disant pour conclure le Qur'an dans la soirée chacun prend cinq hizb et ils les lisent à une rapidité à la vitesse de l'éclair certains de nos frères dans le nord ils disent des CVG du Qur'an à grande vitesse ils le lisent mais au bout d'une demi-heure chacun a terminé les cinq chapitres tu imagines 20 minutes 30 minutes ils ont terminé chacun ils ont terminé le Qur'an ça ils ont terminé et en plus ils prennent de l'argent attention maintenant c'est pas là il y a un tarif et après ça il y a du'a et plus le billet est grand plus la couleur est belle plus il est fort plus les chiffres sont de l'ordre de trois et à la bah plus de deux il est un bah oui certains même en Egypte ont dit il faut pas vendre le Qur'an à vil prix aoudoubillah certains ils sont reputés on les convoque pour des mariages pour des trucs et pour le huitième du Qur'an ils prennent telle somme pour le quart du Qur'an il faut telle somme et ainsi de suite et là quelqu'un l'a questionné il a dit il faut pas vendre le Qur'an à vil prix à ce point là il refutait ça et ça il le disait dans un Maroc à cette époque où le bid'ah avait pion sur rue avait pion sur rue il mettait ça avait un danger mais cela n'empêchait pas qu'il refutait dans ses écrits dans ses cours partout il disait que ça ce n'est pas un acte à faire ce n'est pas un acte qui est légiféré ce n'est pas un acte le fait de lire le Qur'an comme ça et de de ramener une équipe à lire le Qur'an pour le mort et leur faire un repas et les pays etc ne fait pas partie de la voix des puissaires voilà ainsi il était rahmatouz et il dit il dit il dit il dit il dit ومقل في مقابل هو مقابل ومقابل كيف المنورو يغطرون يقبع يسنع يقبع لا يتعين لا يتعين لا يتعين الان كم فاصل اتحالب يتعين Score C'est souvent Des groupes D'Al tas or Qui s'habillent D'une façon modeste Etc Ils ont Des dégaines Qui Qu'ils amassent Soit disons Ha La dévotion La concentration Etc Ils les amènent A la maison Ils amènent Ce groupe A la maison Pour faire Cette fidya Au mort Pour Le sauver Du châtiment Et pour qu'il soit Parmi les gens Du paradis Ici يقولون 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 تقولون بعد تقولون هذا يلقى يتوقف سبحانه تعالى إنقاء فسوفات صبت بعض فوات تقولون إنها لم يكنون أقولون أعبتها في الأفضل أعبتها في أفضل أعبتها ليس لكنهم ليسرون أعبتها في المنزل أعبتها في المنزل أعبتها وفي ذلك يأخذ الهواء ويأخذ كل هذا وفي ذلك وفي خمسين قصيدة في خمسين و تسعين بيتا في ذم من عارضا القرآن والسنة يوجد في ذلك يوجد في ذلك على أكثر 50 95 في ذلك في ذلك وفتح وفتح في ذلك في ذلك وفي ذلك وفي ذلك يقول الله ومن يقل سنة الرسول فإنه يؤذب في الدنيا وفي فتنة القبر ويسألوه فيه نكيل ومن كارو وما من جواب عنده غير لا أدري ودي سنة الجباري في كل من غذا يحاربوا دين الله في السرر والجاري يقولون 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 الذي يشعر الى السنة المسجد سيكون بالسرعة دوماً ويسأل السنة المسجد وفي سؤال الناس وليس يجب أن يقوم بسوارة ويسأل المسجد لا يسأل السنة المسجد ويسأل السنة الدواء يقول للمسجد الله عز وجل كو سسوا ام بيبليك ولا ام بيبي كذلك فهي طويلة فما عليكم باقتناء سبيل الرشاد دا كنتم من الذين يتقنون العربية اقتناء سبيل الرشاد فستجدون فيه مواقف الشيخ واشعار الشيخ ما يتلج الصدور في الدفاع من هذا المنهج وفي الدفاع عن الكتاب الله وان سنت المصطفى سبس سُسَّلَمْ له من الآثار السلفية ما يحمد عليها رحمة الله عليه الهادية الهادية إلى الطائفة التجانية وهذا متداول ويوجد أيضاً هذه المسؤولة contre المسؤولة contre المسؤولة المسؤولة رحمة الله عليه نزالي قاني رتاة السلفية كي الهادية الهادية لنفتد نمونتري سكوا سيد ووديا التجانية قال فيه رحمه الله اعلم أن التجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصلوا للمتعلقين به وهادي الفضائل مصادمة للكتاب والسنة والإجماعي الأم فيه رحمة الله عليه dans ce livre que les تجاني propage de leur شيخ des vertus qui arrivent à ceux qui sont attachés à la voie del تجانية et ces vertus sont en contradiction avec la parole de الله عز وجل l'authentique de la sunnade محمد عليه الصلاة والسلام et le consensus de la communauté ويقول رحمة الله عليه ويزعمون أن الشيخ تجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يقرأها ويضمنها ويضمنها له فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمنها له كذب افتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ذلك يقظة كيف وقع يقظة لا منامن انظر وهذا يقرأه في صفحة 44 من الجزء الثاني من الرمح ولا تقرأ الرمح لا تحتاج إليها خرابيط على خرابيط هذا من المعتمد عندها تجاني فهذه خرابيط كيف تضيع وقتك معها بالسعل ورسول الله وضع تجاني أك grilled فهذه ذات et lui-même il les a donnés directement au prophète en éveil, pas en rêve mais en éveil il les a donnés au prophète il a demandé au prophète de les lire et de lui garantir ce qu'il y a dedans il prophète les a lu il a garanti ce qu'il y a dedans comme vertu non sens sur le prophète ils disent que ça s'est passé au éveil que Tijani a vu le prophète au éveil et qu'il lui a fait lire ce qu'il a écrit ceci a apporté dans leur recueil principal qui est leur Sahel Bukhari Rima et ces vertus ils prétendent, les Tijani prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne tout simplement parce qu'ils sont attaçés à leur chikh regardez les puiseurs de Allah nous attachent au livre d'Allah il y a l'authentique de la sunnade de Mohamed avec la compréhension du puiseur ils attachent les gens à leur chikh à l'norme et le chikh va nous citer certains de ces énormités il dit il dit c'est fini comment on peut gober ce genre d'énormité c'est ce qu'il a dit vrai celui qui a dit est-ce qu'il y a un marché de raisons pour acheter des raisons à ceux-là parce qu'ils n'en ont pas Allah subhanahu wa ta'ala la deuxième vertu c'est que s'ils sont adeptes ils ne vont pas subir les douleurs de l'art les douleurs de la mort vont être allégées pour eux subhanallah il nous a enseigné que ceux qui vont les prophètes ont subi les plus les plus grandes douleurs de la les douleurs de la mort au moment de l'agonie au moment où l'arme va sortir et ça va être allégé pour eux qu'ils vont voir dans leur tombe qu'est-ce qu'il est réjoui comment c'est quelque chose de l'invisible comment ils peuvent savoir comment on peut gober ces énormités كَدَالِكَنْ يُؤَمِّنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ عَذَابِهِ وَتْخْوِيفِهِ وَجَمِيعِ الشُّرُورِ مِنَا الْمَوْتِ إِلَا الْمُسْتَقَرِفِ الْجَنَّةِ garanti le jenna l'un d'autre l'un d'autre l'un d'autre l'un d'autre va les préserver de toute forme de châtiment ils ne vont pas avoir peur aucun mal de leur mort jusqu'à s'installer au paradis direct garanti subhanallah وَيُقُولُ عَنْ تِجَانِ حَتَّى آدِي خَرَابِتْ كَتِيرًا وَلَكِن حَتَّى تَعْلَمْ مَعَلَهِ الْقَوْمِ وَإِلَّا فَلَسْنَا بِحَاجَةٍ لَهَا وَلَا أَنْ نَسْمَعَا وَلَا أَنْ لُلَوِّتَ اسْمَعَانَا بِهَا c'est beaucoup de n'importe quoi des paroles nous n'en avons pas besoin mais tout simplement on les cite pour savoir à quel degré de bas cesse et d'une heure rose sont tombés les gens dans les sectes sinon يَقُولُ كَذَلِكَ النَّمْ حَبَّتْ أنَّ مُحِبَّةُ وَيْمُحِبُ الشيخ تيجاني لا يموت حتى يكون ولياً لا يموت حتى يكون ولياً قال التيجاني قد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أن كل من أحبني فهو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون ولياً قطعاً وقال لي سيد الوجود أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين وأنت حبيبي ومن أحبك حبيبي وكل من خذ وردك فهو محرر من النار وقال أبشروا أن كل من كان في محبتنا إلى أن مات عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان ما لم يلبس وَمَّا مَنْ كَانَ مُحِبًّا وَلَمْ يَأْخُدِي الْوِرْدِ فَلَا يَخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْأَوْلِيَا regardez ces énormités تيجاني dit que celui qui l'aime il ne mourra pas tant qu'il ne soit pas wali et les wali ce sont ceux qui préservent les droits de Allah qui mettent en application ces ordres et qui s'abstiennent de ces interdits هذا c'est le réel c'est les wali par excellence et ce sont eux les véridiques comment veut-il que des gens dans leurs invocations c'est du shirk et certains actes qu'ils font ce sont du domaine de la mécréance vont être les wali d'Allah تيجاني dit que le prophète qui l'appelle le seigneur de l'existence سيئد الوجود il dit رسول صلى الله عليه وسلم il dit que tous ceux qui l'aiment qui aiment تيجاني ce sont les aimés de محمد et il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il soit réellement un wali et il a dit et le seigneur de l'existence il dit محمد il dit toi tu es la sécurité et ceux qui t'aiment ont la sécurité et toi je t'aime et celui qui t'aime je l'aime et tous ceux qui ont pris ton word c'est à dire la façon de faire leur dikr seront épargnés libérés du feu et il a dit je vous annonce Adatijanu qui dit que tous ceux qui sont dans notre amour qui meurent dessus ils vont être ressuscités en ayant la sécurité et il dit aussi de ceux qui n'ont même pas le word mais qui les aiment eux aussi ils vont être ils vont sortir de ce bas monde en étant wali fait il peut yesterday tu le lui m'le velocity 22 l'exemple et les ồi ラ l'am cu le une ce l'am ما ذكره صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولإخوانه في الطريقة ولشيخهم بزعمهم مرضود من وجوه بعضها إجمالي وبعضها تفصيلي ويقول والنبدأ بالإجمال كل ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار هو من شر أقصى من موضوع المفترى وقد خاب من اخترى لأنه في الكتاب أتوا بأحادث موضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقي خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسماء والمشاهدة في حياته الدنوية أو بواسطة الثقات الأثبات بالسند المتصل وما ذكروه من الأخبار ليس له سندا أصلا وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة ومن خرق إجماعهم والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وكان مشاقا لله للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا غير سبيل المؤمنين ومن ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المروية بأسانين كالشمس معلومة التواتر أو الصحة العالية إذا قرأت ما تقدم من الرد تبين لك من خلاله فساد تلك الأخبار وبطلانها وضمحلالها الشيخ تقدي للهلالي دون الهدية 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 تقدي للهلالي دون الهدية ساش hein toi qui lis c'est-à-dire qui lis son son livre الله سبحانه وتعالى accompli de connaître la vérité et de suivre la vérité avec qui il est ici peu importe celui hein que tu suis dans cette vérité celui avec qui il est la vérité que ce qu'a cité celui qui a écrit الريمع des vertus et ce qu'ils ont prétendu pour leurs adeptes dans cette voie et pour leur شير c'est-à-dire pour تيجاني ce qu'ils ont prétendu il est réfuté il est rejeté hein globalement et particulièrement barakallah et que tout ce qu'ils ont attribué au prophète parmi les annonces qu'ils ont annoncées ça fait partie des pires inventions sur le prophète et il ne réussira pas celui qui a inventé des choses sur le prophète car la communauté que ce soit les savants ces imams de Abu Bakr jusqu'à la fin des temps jusqu'à la résurrection sont unanimes qu'il n'y a pas une autre voie d'apprendre des choses du prophète a.s sauf en les ayant écouté de lui directement durant sa vie durant sa vie dans ce bain monde avant qu'il soit mort pas qu'on m'a dit Tijani que le prophète est venu le voir hein on est vain c'est-à-dire que le prophète est sorti de sa tombe la tombe est restée vide et il est venu voir Tijani là où il est hein on dit soit ah donc les annonces que nous avons du prophète à l'Essan soit les gens les ont écoutées ceux qui ont vécu avec le prophète à l'Essan ils l'ont écouté directement du prophète à l'Essan sur cela ou l'ont reçu de ceux qui l'ont transmis du prophète à l'Essan ceux qui l'ont transmis les dînes qui l'ont transmis et les hommes de confiance qui l'ont transmis par des chaînes de chaînes de transmission liées l'une à l'autre dans laquelle il n'y a pas de faille hein et ce qu'ils ont cité comme annonce il n'y a aucune chaîne il n'y a pas de chaîne qui va amener de Tijani à l'Essan Tijani n'a pas vécu à l'époque du prophète à l'Essan et Tijani n'a pas pris des dînes de la communauté et il n'est pas considéré comme un dîne qui peut être dans une chaîne de transmission et tout ce qu'ils ont prétendu comme ce qu'ils ont entendu c'est un mensonge par le consensus de la communauté et celui qui sort du consensus de la communauté va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché l'alliance et sa demeure sera l'enfer et en agissant ainsi il a pris une autre voie que la voie de les croyants qui sont en priorité les compagnons de Mohamed a.s. et il a dit tout ce qu'ils ont annoncé dans leur livre ce sont des choses qui sont en contradiction avec la parole d'Allah a.s. et avec l'authentique de la sunnah du prophète a.s. qui a cet authentique de la sunnah qui a été transmis avec des chaînes de transmission qui sont plus claires que le soleil en pleine zinite il a dit tous que c'est faux c'est pas mal si on a beno c'est pas mal c'est pas mal et il a dit l'a dit واتباعه واتباعنا لخليله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينني على القسم التالث ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذنب طريقتهم ومدح اتباع الكتاب والسنة فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكررها إليه التقليد وهذه أول ما أبدأ به القصيدة المقصورة نظمتها في مصر سنة 11 و40 و300 و1000 للهجرة وهذا في المجلد الرابع من سبيل الرشاد يوجدها أيضاً نظمتها ليس قد تغضر في المجلد من أن يكون في المجلد المتابعين يمكن أن ينفحكم بأن كل من هذه المجلد الرابع من السابقين يمكن أن يؤمنين أن كل من الأجل أن يكون من صفرًا لغاية وهذا المجلد يمكن أن يكون عندما إلى ذلك de la société musulmane. Ils auraient dû, s'ils étaient véridiques avec Allah, ils auraient dû marquer la revue de la secte des frères musulmans. Là, ils auraient été véridiques dans l'appellation. Et هذا qui fait partie de l'éditorial. هذا comment on l'appelle ? هذا le chef de l'édition. Le rédacteur en chef, il dit, je ne sais pas comment confirmer la main à Allah. Subhanallah. Le Rasul Salah a confirmé. Allah s'est confirmé la main. Le Rasul Salah s'est confirmé. Abu Bakr, Omar, Uthman, les compagnons, ceux qui les ont suivis, Allah s'est confirmé, déjà tu ne sais pas. Pourquoi ? Il ne faut pas croire que le Jamiya, le Mu'tazilat, tout est fini. Rien n'est fini. Ils sont là. Et des fois, c'est pire. Dans certains sectes, dans une seule personne, dans ces paroles, des fois, tu as un Mu'tazilat devant toi. Ils changent. C'est comme des camélios. Ils changent, ils deviennent Ashaari. Après, ils ne deviennent jamais. Après, ils deviennent Khariji. Après, ils se changent, ils deviennent Morgé. Ce n'est pas sûr que le voie tu vas le prendre. La même personne. Donc, tout ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas. Il y a l'islam. Et donc, il a dit, il m'a aidé à venir à la fin de ce tome. C'est-à-dire, quand il est arrivé à la fin de l'écriture de son troisième tome de Sabila al-Rashad, il demande à Allah, il fait de Dieu à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en prenant, comment terminer, les noms et les attributs de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avec l'amour et le suivi de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me facilite d'accomplir le reste qui va venir et qu'il fasse que cette œuvre soit sincère pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand je prenais les paroles des grands imams, il a dit, il y avait de la poésie qui blâmaient les imitateurs aveugles et qui blâmaient leur voix, qui faisaient l'éloge au suivi du livre de Allah et l'authentique de la Sunea de le Probe, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai préféré les laisser jusqu'à la fin et de les mettre. Là, il a écrit toute une poésie qu'il a mis à la fin de son quatrième tome et cette poésie, il a écrit en Égypte au 1341 de l'Égypte. Et je vous cite juste un passage. وليش يجوز بمذهبنا اتباع لغير فدع من هدى ولسنا نؤول لفظ الحديث والذكر إلا بما قد أتى فما هلك الناس إلا بما تأوله تأوله زمرة زمرة الاعتداء فنحن على مذهب السابقين مَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَىٰ أكثر signification que les significations réelles au texte. Il a dit nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancé. Nous sommes sur la voie de ceux qui nous ont devancé. Il dit وَمَنْ حَادَ عَنْ نَهْجِهِمْ فَقَدْ هَوَى سَوَاُنْ دَلَا ذَاكَ أَمَّا دَلَا فَخَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ خَيْرُ الْوَرَى وَشَرُ الْأُمُورِ إِبَعِ الْهَوَى Mais celui qui dit de leur voie c'est que il est tombé. هَوِسِي لُفَتْ دَلَا دَلَا وَنَهَا 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 إِلِ طَمْبَ دَلَا دَلَا وَنَهَا Et il dit la meilleure des guidées étant la guidée des premiers c'est-à-dire la guidée de Muhammad a.s. وَنَهَا 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 et le pire des situations c'est de suivre les passions. وله كلام طويل في هذه القصيدة يرد فيها على المؤولة وعلى الجهمية وعلى الراب دين للسنة وله كلام كثير كذلك في دم أهل الكلام دَعِ الكلام فَمَا فِيهِ سِوَى الْخَطْلُ وَنْبُدْ مُجَالِسَهُ تُحْفَظْ مِنَ الْعَلَلِ فَهُوَ شَرُّ شَرُّ ابتداعٍ جاء بالخلل وَخَلِّ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أَخِيٍ جَدَلِينُ Il dit en blâmant la science de la parole la philosophie en général laisse la dissertation et la philosophie ce n'est qu'un mâle un mélange de mâle et il ne va pas dans les assises où il n'y a que là la philosophie et la dissertation parce que ça ça ne ramène que les maladies et c'est la pire des innovations il dit وقال رحمه الله تعالى وفي الصحيح في حديث الجارية قال رحمة الله عليه ونختم بهذا إن شاء الله في هذا الحديث يعني حديث الجارية السؤال عن الله تعالى أين قال ومنعه الخوار وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية وزعموا أن من سأل عن الله بأين فهو مجسم واختلفوا في كفره وفسقه ومعصيته فيلزمهم نسبة ذلك إلى نبي الله عز وجل الذي جاءنا بالإيمان فقبح الله علما يفضي إلى مثل هذا وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنكرته المعطلة واختلفوا في كفر المعتقد فَيَا وَيْلَهُمْ مَادَا جَنَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ وَعَمَابَ سَائِرِهِمْ فَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُدْلَانِ يُسَبِقْهَلِيرُ بِالسَنَوْا جَهْلَا 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 جَهْلِهِمْ قلَوَيَمْتُ أَحَمْتُ آمَا طيب فانصال الله لنا ولكم السلامة والعافية وانصال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمواقف سلف هذه الأمة وينجعلهم قدوة لنا إن شاء الله سبحانك الله ومو بحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وأسلم على محمد وعلى آله وأصبح أجمعين بارك الله فيكم وحصل الله ولكم وجزاكم الله خير